جنوب بلا هوية يمن بلا دولة ويمنيون بلا وطن ثلاثية تفصح عنها ردة فعل النخب السياسية تجاه الاحتفاء بثورتي سبتمبر واكتوبر النخب التي لم تراوح ثنائية الشمال والجنوب الوحدة والانفصال بالعودة إلى التاريخ تقول الوقايع إن ثوار سبتمبر واكتوبر خاضوا معركة واحدة ضد المستعمرين الخارجي والداخلي بروح نضال متوحدة غايتها بناء يمن واحد كانت عدن غرفة عمليات إسقاط النظام الإمامي في الشمال وتعز مركز رسم سياسات تحرير الجنوب من بريطانيا نجحت الثورتان في إسقاط الإمامة وترحيل المستعمر إلا أنهما فشلت في تحقيق الوحدة نتيجة التدخلات الإقليمية ما تسبب بنشوء دولتين بنظامين متصارعين أيديلوجياً توصلا بعد سنوات دامية إلى صيغة وحدة اضطرارية في ألف وتسعمائة وتسعين لم تستطع وحدة النظامين الاستمرار حيث تفجرت حرب المصالح بين صالح والبيض في ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين لتنتهي بوحدة قسرية فرضها نظام صالح النظام الذي أسس لمظلومية لا تزال نتائجها السلبية قائمة حتى الآن اسمها القضية الجنوبية ولدت القضية الجنوبية بمطالب مدنية سلمية لكن سرعان ما تشضت إلى جماعات لا علاقة لها بأهداف ثورة أكتوبر أضاعت في الطريق فرص إنصاف الجنوبيين كالحوار الوطني ما فتح مجالاً لاستثمار الأطراف الإقليمية النزعة الانفصالية بعد انقلاب ميليشيا الحوثي نجح التحالف السعودي الإماراتي في تحويل مشروع الانفصال إلى تشكيلات عسكرية منضوية في إطار ما يعرف بالمجلس الانتقالي الذي تحول إلى أداة الإضعاف الشرعية قبل أن يصبح صاحب الكلمة الأولى داخل مجلس قيادتها حالياً تمر الذكرى التاسعة والخمسون لثورة أكتوبر الوحدوية ليعلن رئيس المجلس الانتقالي تأكيده على المضي في طريق الانفصال رغم كونه عضواً في مجلس قيادة الجمهورية اليمنية بالتزامن مع تغريدات يتيمة لرشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي ما يؤكد أن اليمن ابتليت كما تثبت ذكر الثورتين بنخب لا مشروع واضحاً تتصارع عليه رغم أن البحر واحد والبحار أيضاً ترجمة نانسي قنقر